طابة مساءكم الاتحاد التونسي لشغل يرفض التخطيات على مواصفها باتفاقيات مشرفة مع صندوق النقد الدولي ذلك هو أبرز ملفات الأخيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي ونناقش فيه دوافع هذا الموقف وتأثيراته على الوضع الاقتصادي وعلى مسار الأزمة السياسية في البلاد ومن تونس نتحول إلى بروكسل لنستطلع أثاقة تصريحات التي أدلت بها رئيسة المفواضية الأوروبية بشأن تسريع الدمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ونبحث في الأخيرة كذلك ما دار في محادثات قوى الحرية والتغيير السودانية مع ممثلي الآلية الثلاثية ونعرج أيضا على ملفات أخرى في مناطق متفرقة من العالم الأخير مشاهدين تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس الثامنة بتوقيت جرينيتش ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر